اللي تبعنا بالمناسبة ورعيته مبارح والوراعة اللي هنستعرضها النهاردة طبعا مع نجمنا الكابت الكبير محمد حشيش ونشوف مشوار النادي الاهلي واحنا بنتكلم على دوري نتمنى انه يكون مميز على الرغم من تحفظي شوي على تأخر الاعلان عن جدول المباريات او ترتيب جدول المباريات لانه الجدول مش كامل لغاية النهاردة احنا معرفش مطشطنا كل الاندية مش بس الاهلي مطشطنا هتتلعب امتى ودي بالنسبة لي علامة استفهام الكلام اللي بيتقال دايما على فكرة انه المسابقات الافريقية طبعا ده جزء من بالمناسبة خلينا اقول الشكل الايجابي يعني اشيط بالحاجات الايجابية واحد على مستوى الحدث على مستوى التنظيم على مستوى النقل على مستوى الموقع او المكان الصورة كانت ولا اروح الحقيقة فكرة كمان ان احنا نبتدي نطور فيه شكل المنافسة واعلان جوائز على مدار الموسم احسن لعب شاب احسن جول كيبر احسن لا احسن مش عارف لا يعني الكلام ده كله شيء برضو يحسب للربطة زيادة عدد الجمهور انا هكلمك بصراحة بالنسبة لي كانت مخيبة للامال يعني كنت متوقع الحقيقة انه الارقام تروح لعب بعد من كده بس اعتقد انها خطوة نتمنى انها تكون خطوة واتمنى مع الدور التاني نشوف همتكلم طبعا سيد احمد دياب او النهيب احمد دياب برح كان بيكلم على عشر تلاف حضور جمهوري في كل مباراة يعني كل فريق خمس تلاف مشجع يعني زيادة عن الموسم من سابق بس كانت الفين مشجع لكل فريق وبالتالي ما كانتش على مستوى توقعاتيش تخصين كنت اتمنى الحقيقة انه الرقم يكون اكبر من كده وخصوصا انه عندنا تجارب في مطشاط زي مطشاط النادي الاهلي في بطولة افريقيا شفنا تنظيم شفنا حضور جمهوري اكتر من رائعة شفنا صورة مفتقدينها في ملعبنا مفتقدينها بجد في مطشاط الدوري المحلي هتحلي بشكل كبير وبعدين في النهاية يعني ما عندناش اندية شعبية وجمهورية كتير لو عديت من ال 18 نادي اللي بيشاركوا في الدوري هتلاقي 6 7 بالكتير اوي 8 اندية جمهورية فبالتالي مش هتبقى مشكلة كبيرة اوي لو زاد الرقم عن كده لكن في النهاية نتمنى انها تكون خطوة في مشوار زيادة عدد الجمهور